سهلا خير أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة وبرنامجكم حوار والسسمار مع الشواربي النهاردة هنشوف كل ما يحدث على أرض مصرين الحبيبة في خلال الأسبوع السابق كان هناك الكثير والكثير من الأحداث كان في البداية فوز الفريق المصري بالبطولة وبنهني طبعا مصر كلها وبنهني فريقنا القاومي لكرة القدم بفوزه وترشحه إلى التقدم لدورة توكيو في بداية أخبارنا النهاردة وأهم ما يحدث على أرض مصرين الحبيبة هو المؤتمر الإفريقي الذي يقام على أرض مصر استثمر في إفريقيا المؤتمر بيقام تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمكن وجود المؤتمر ده للمرة التانية على أرض مصر مع الرئيس حاليا هو رئيس الاتحاد الإفريقي بيمثل نقطة تحول كبيرة جدا لمصر لأن مصر هي البوابة الحقيقية للعبور إلى إفريقيا مصر هي قاطرة الاستثمار وقاطرة الإزدهار للقارة الإفريقية جمعية سيادة الرئيس بيرعى الحدث وفي نفس الوقت بيجذب كثير من الاستثمارات إلى إفريقيا في البداية كان الاهتمام بعمل اتفاقية للتجارة الإفريقية داخل القارة الإفريقية ودي يمكن أول مرة حد يسعى أنه يعمل كده وسيادة الرئيس قدر أنه يوصل لأنه هم يعملوا اتفاقية داخلية للتجارة داخل إفريقيا بحيث أن النهاردة العالم الخارجي يقدر يشوف إفريقيا كلها ككتلة واحدة أرض جديدة خصبة واعدة بالاستثمار الكثير من الاستثمارات تستهدف إفريقيا حاليا الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بالكهرباء الكثير من الطرق الكباري سيادة الرئيس قدر أنه يوصل لأنه يبقى فيه طريق متكامل داخل إفريقيا يضم من البحر المتوسط حتى كيب تاؤل وده معناه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل جاهدا إلى تجميع أواصل العلاقات التجارية والاقتصادية بين القارة الإفريقية جمعا والقارة حتى الآن حجم الاستثمارات جواها ما يتعداش الـ 15% من إمكانياتها واستيعابها الحجم الاستثمار وده يمكن بيرجع زي ما سات الرئيس أشار أنهم وقال لهم لازم يبقى عندنا بنية تحتية قوية ومجموعنا الخدمات عشان نقدر أن نستقبل استثمارات خارجية ويمكن وجود المؤتمر داخل العاصمة الإدارية في فندق الماسا أكبر دليل على أن احنا بنقول للعالم وبنقول لأفريقيا احنا قدرنا أن احنا ناخد خطوة حقيقية ناحية الاستثمار على أرض الواقع بالفعل المؤتمر مقام فيه أكتر من ألفين مستثمر ورجل أعمال وحاكم من الدولة الإفريقية ورؤساء وزراء الدولة الإفريقية المختلفة وكل دول موجودين داخل العاصمة الإدارية نموذج حقيقي على أرض الواقع مش حلم الحلم بقى حقيقة النهاردة سيادة الرئيس احنا كلنا بتقدم له الشكر على وجود العاصمة الإدارية أن النهاردة أنظار العالم كلها شايفة أن دي نقطة على النجاح لمصر قدرنا نعمل شبكة كبيرة جدا من الطرق قدرنا أن احنا نقدم الكثير من الخدمات النهاردة شبكة متكاملة للكهرباء استصلاح مجموعة كثيرة جدا من الأراضي بالإضافة لوجود العاصمة الإدارية الجديدة نتمنى لمصر دايما أن هي تكون وتستمر رائدة للاستثمار داخل إفريقيا ويمكن مصر بتختلف عن كل الدول الأخرى أن احنا يعني أفروأسيويين يعني احنا بين أسيا وبين أفريقيا لأن احنا عندنا جزء في أسيا وجزء في أفريقيا فإحنا نقدر أن احنا نجمع كل الإستثمارات اللي ممكن تتوجه للمنطقة بشكل خاص ده كان موضوعنا الأوليلي موضوعنا التاني في مؤتمر حيقام يوم السلساء القادم استشراف المستقبل مؤتمر استشراف المستقبل حيقام يوم ستة وعشرين القادم تحت رعاية معالي وزير هشام توفيق المؤتمر بنائش فكرة الشراكة الواقعية التي تمت بين الدولة وبين شركات القطاع الخاص والدمج بين شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة من حيث إدارة المشروعات وكيفية إيجاد شكل الاستراتيجية تسوقية متكاملة في الإدارة وفي تنظيم المحافظ المالية الضخمة اللي في شركات قطاع الأعمال عادت هيكلتها مرة أخرى والتعاون مع شركات زي خبرة في الإدارة وفي مشروعات مشابهة بحيث أن يبقى المنتج خليط ما بين الجزئية الخاصة بشركات قطاع الأعمال وما بين الدولة وما بين المستثمر يبقى النهار دا احنا بنيقدر نجمع مجموعة من الاستثمارات والخبرات المختلفة في محافظ مالية كبيرة جدا دوها شركات قطاع الأعمال وفي شركات كتير في مصر عندها تجارب في إدارة المشروعات والبنية فتقدر أن هي تدخل وتتكاتف وتقدر أن هي تظهر نتيجة ممتازة جدا المؤتمر حينقش مجموعة من الموضوعات على رأسها موضوع الشراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص حيكون يوم الثلاث ستة وعشرين القادر كمان المؤتمر بيكلم عن صندوق السيادي وحيكون من ضمن ضيوف المتحدثين رئيس الصندوق السيادي وحيكلم عن جدوى وجود الصندوق السيادي وكيفية الاستثمار داخله وإيه المستهدف منه وكيفية استفادة مصر من وجود هذا الصندوق السيادي هنبتدي معاكم النهاردة حلقتنا في موضوع هام جدا بيهم كل المصريين اللي عايشين في مصر طبعا صعب جدا أن يكون فيه اختلاف رؤى بهذه الشاكلة لحاجة تاريخة بيرجع لعدل سنوات سابق لفترات مختلفة من الزمن وهي الخلاف ما بين المالك والمستقر حصل الكثير والكثير والكثير من القوانين والتعديلات والأحكام للمحاكب الدستورية بداية من قانون 49 لسنة 77 وقانون 36 لسنة 81 وفي النهاية وسط القانون في سنة 92 في شهر 2 كان بيجمع بين حقوق المالك والمستقر وحدد الفترة الإيجارية بحد أقصى 59 سنة في حين أنه هو ما قبل سنة 96 فدل سايبه على الحال القديم اللي هو المالك بيفضل المستأجر مستغل للوحدة والمالك ما يقدرش أنه يخرجه أو يتعامل معاه بأي شكل غير المستأجر المقيم في الوحدة بيخرجش منها وطبعا القيمة الإيجارية لهذه النوعية العقارات زهيدة جدا بالنسبة لقيمة هذه الأماكن دي جزئية الجزئية التانية أن حصل تعديل في أربعة 96 حكم محكمة دستورية العليا للمستشار عوض المر وتم فيها التحديد إن إجازة إن المباني الاعتبارية أو المنشآت اللي بيتم استغلالها بشكل اعتباري يتم تعامل بينها وبين المالك إن المالك يقدر أنه يخرجهم والشكل الاعتباري ده كان بمعنى أصحة هو المنشآت الحكومية يعني لو النهاردة حاجة طبعا الحكومة جوه حاجة مملوكة الشخص ينفع أن هما يتفاعدوا مع بعض في خلال فترة زمنية معينة وتخرج منها المستأجر اللي هو بيمثل الحكومة حيكون معنا طبعا النهاردة شخصيتين يعني يمكن هما قمة الموضوع على أرض مصر هما اتنين يعني متزعمين الموضوع سيادة الدكتور المهندس سيشاري إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان أهلا مسامور ويمكن البشوانس النهاردة حيورينا رؤية مخالفة يعني عادة بيقولك عضاء مجلس النواب في كنف الحكومة وبيقولوا للحكومة عايزاه والموضوع هنا مش كده خالص هو سيادة النائب بقدم مشروع لتعديل قانون الإجارات والزبط العلاقة ما بين المالك والمستأجر وحيكون معانا برضو مشرفنا في الحلقة مهندس عمر حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإجارات يعني كمان بقى في جمعية للناس المضرورة من وجود قانون الإجارات الأدوى بسهد خير وشمان سيادة عمر بسهد موري بسهد موري أهلا بحبارك أهلا بك نبتدي في البداية مع سيادة النائب بشمان سيسماعيل في البداية يعني الحريك شايفه يجوز أنه يتعامل أو اللي يبقى على ترابيزة المفاوضات داخل مجلس النواب لتقويم أو لتصويب الخطأ اللي احنا عايشين فيه من سنين يعني النهاردة ما يبقى عندك قانون مبني على أفكار اشتراقية وأوضاع معانكة الدولة بتمر بيها في فترة حرب في فترة أزمات في فترة ناكسة في سبعة وستين وانت بازلت لحد النهاردة بتقول يا جماعة السسمار وبلد جديدة وبنفتح على الدنيا وبنعمل عاصمة قدرية جديدة وشبكة طرق جديدة وما زال لحد النهاردة فيه استغلال قائم مرئي ومعلوم به ما بين الساكن أو المؤجر وصاحب العقار أو المالك مازال ومباح يعني المالك مازال حتى الآن مباح في حين انه هو في سنة 96 عدل وعمل قانون بتحديد المدة ورغم كده مرجعش لللي كانوا موجودين من 1905 و 1910 و 1910 فحريك بقى اقتراحتك ايه؟ شوف اولا انا عايز اقول حاجة احنا امام مشكلة تعتبرنا لما تسمى مشكلة تاريخية لان هي مر عليها اكتر من 60 سنة تمام نمرة اتنين هذه المشكلة بتخص طرفين زمان قبل ما تصدر القوانين الاشتراكية والغير الاشتراكية كان المالك والمستأجر اسرة واحدة اه اصدقاء يعني كنت تحس ان البيت واح ما تعرفش المالك مين والمستأجر مين من العلاقة الجيدة ومن كتر وفرة المساكب في الفترة دي كان بيقولك ااخد بيت جديد كان بيبخروا الشوء عشان الناس تتعجل طيب احنا الآن في وضع تغير كثيرا والاقتصاد العالمي تغير اسس الاستثمار اتغيرت حتى الافكار الاقتصادية الانيمة اتغيرت لكن في مبدأ لا يمكن ان يتغير وهو ان العدالة واعطاء كل دي حق حقه لا يمكن يتغير ده مبدأ سماوي بيتفق مع الشريعة ومع القانون ان كل واحد صاحب حق يأخذ هذا الحق ولا يحدث ان غبن من طرف على طرف ولكن نمرة واحد الحق اللي ربنا كفل للناس يتحقق وهو الملكية الخاصة مصونة بقوة الدستور وطبقا للأحكام والقانون وطبقا للأحكام في كل الأديان نمرة اتنين انا مجتمع في ميزة انه متدرج في المستوى اللي يقدر يعيش باجارات عالية جدا او يشتري تمليك لان دراتي كانش فيه زمان كلمة تمليك دي خالص وفيه بردك فئة عندي من الناس لابد ان اطعهم في الاعتبار وهم الغير قادرين ولما كلمة غير قادرين دي لازم حط تحتها ثلاث خطوط الغير قادر يجب ان احدده تحديدا قطعيا عشان هو ده اللي يستحق الدعم وهو ده يستحق ان انا ارعيه وهو ده اللي يستحق ان انا اعونه انا مجينا نفكر نعمل قانون جديد نعدل هذا الوضع القائم اول حاجة فكرنا فيها مش ازاي ادي للمالك ادي مكان ازاي اساعد الغير قادر على ان يتحمل اعباء التحول الى العلاقة الطبيعية بين مالك ومستاكر بالتراضي بينهم زي ما حصل في 96 اللي انا بقوله بقول كده ليه لاني للأسف بعض الناس لما بديك يتكلم في الموضوع بيحولوا الى الحق ده قانون حيرمي الساكن الغير قادر في الشهر اذا كلام خطأ من كل زوايا ومعانيه ليه لان اول بند قلنا عليه عشان القانون ده يتنفذ نعمل حاجة اسمها قانون صندوق التكافل الاسكاني لمين للغير قادر ومن الغير قادر اظن دلوقتي بازم تصنف بالزبط كده انا حالك متقنعنيش النهاردة ان واحد ساكن في الزمالك وفي دورة كارابة 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 وبعدين تقولي ده غير قادر لا انا هقول الغير قادر احنا بدل دلوقتي هناك وسائل وضوابط نقدر بسهولة بمكان ان نحدد من هو الغير قادر لكن لا يمكن ان يسمع او يستمر وضع ان انا عندي شقة تمليك في التجمع ومحتفظ بشقة ايجارها عشرة جنيه في الزمالك او في اي مكان في اي حد عشرة جنيه دلوقتي لا تمسي وقفلها وقفلها اذا هناك حالات واضحة وضوح الشمس دي لابد ان اقول ان لابد ان المالك يستعيد حقه في انه يتصرف في هذه الشقة السكنية اللي فجر الموضوع ان الحكومة نفسها جابت قانون في قبل نهاية الدور الماضي شعر خامس اه واتقدمت به للاماكن لغير غرض السكنة للاشخاص الاعتبارية وطبعا يعني ساعتك تبخل القانون يعني الحكومة اخطأت ولم تراعي ان القانون والدستور جعل ان اي حد في الدنيا له موقف قانوني واحد يعني بيتفق في نفس الوضع القانوني لا يجوز ابدا ان انا نطلع لواحد قانون واسيب الاخر يعني هو النهاردة اعتبر الاشخاص يعني خلينا نقول لاشخاص الاعتبارية دي عشان نوضح للسادة مشاهديد الاشخاص الاعتبارية دي لها المفروض ان هي شركات او اماكن تجارية مملوكة للحكومة طب ايه الفرق بين الحكومة وبين القطاع الخاص الاشخاص يعني ايه الفرق يعني ايه الفرق ان انا اقول النهاردة لو حاجة ملك اسماعين بيه ينفع يخرج ولو حاجة ملك عمر بيه لا ميخرجش ازدواجية غريبة جدا اه بالزبط ده اللي بيسموه القانونيين المراكز القانونية الواحدة يجب ان يكون لها قانون نفس المقياس هتعير بنفس المعيار بالزبط ومن هنا جت اعادة تنشيط الفكر من جديد لان احنا كنا عدنا فترة لان طبعا ظروف التحول الاقتصادي خلاني اتكلم بمنتها صراحة اه طبعا كانت ظروف ضاغطة على الكل وكان عندنا اولويات وكان عندنا اولويات انا اخلي الاول الدولة تقلي ان نجاح الدولة خارجة من سيطرة اخوان من صارحة 2011 وبعدين بتحاول تعمل نهضة اخصادية في وقت انت وقت في بلد مغالهلة يعني يا ما جيش في كل هذه الظروف وابتدي احط او اتعرض لشيء له يعني تأثير مباشر على الناس فصدور القانون صدور الحكم بتاع المحكمة الدستورية اللي سعدتك اشارت اليه بالاضافة الى القانون اللي تقدمت به الحكومة وانا من الناس اللي لقيته غير دستوري لانه زي ما قلت سعدتك لابد ان يصدر القانون متواكبا مع الدستور والقانون والاحكام اللي معروف جدا مبدأ قانوني اللي هو المراكز القانونية الواحدة يصدر القانونية الواحدة احنا قلنا ايه بقى طيب نعيد اعادة صياغة ما تقدمنا به من ثلاث سنوات فات وفي زميل العليمي بردك تقدم بمشروع جديد هناك مجموعة الكل بيتعبارة وانا مبسوط وده ظاهرة جيدة ان كلنا نحاول نقدم شيء نتناقش فيه وننتهي الى حاجات الاساسية اللي قلتها في البداية كل صاحب حق يقدر كل مالك يجب ان يتمتع بشيء ربنا ادهوله لا يجوز ابدا ان المالك ان اعتبره انه ما يقدرش يتحكم فيما ربنا ادهوله وفي نفس الوقت لا يجوز ان اترك الغير قادر والمحتاج انه ما يلقاش سكن بس انت لما تيجي في مفترق الطرق تلاقي ان زي ما حالك بتقول انا بتكلم عن الناس ممكن يقع عليها ضرر اه طبعا هل النهاردة الدولة لما بتدعم مواطن وبتقدم له الدعم تمام الدولة اللي بتقدمه مش المواطنين تمام مو ده اللي انا عايز اقوله هو اه يعني ونفاش تقولي النهاردة المواطن مسؤول انه يقدم دعم للمواطن لزيه مو ده اللي انا اقصده هو الدولة النهاردة لما لقيت هناك فئات نتيجة الاصلاح الاقتصادي تضررت لان قدرتها المالية لا تتحمل ما يحدث بزر مش عملت صندوق تكافل وكرم اه بزر طيب احنا بردك بنقول لما نيجي نعمل قانون الايجار الجديد اللي يتعمل مع كل فئة الايجار سواء سكني او تجاري او اداري بعمل حاجة اسمها صندوق تصدوق التكافل الاسكاني وده خاص بالسكني بس التجاري غير مطلوب دعمه لانه ده حاجة فيها ربح مستفاد من العنو فيها ربح وفيها يعني امور لا تدخل في نطاق الاسرة اللي انا عايز بزر يعني اكون مشارك فيها وبعدها حالك لو شفت في المكان التجاري مثلا لو النهاردة محل متأجر مثلا بقانون قديم ب300 جنيه او ب200 جنيه في حين هو لو رح يأجر محل ده دفع 10.000 بنيه فالنسبة مش يعني حتى مش قريب من قيمة عادلة حتى للتقييم انا كنت دايما نقول عدم الاقتراب من هذا الموضوع ازاي اللي بيت في الراس نعمل لما تدد في الراس في الرم بزر لا ليه بقى انا في مرحلة التحول الاختصادي والتحول الاقتصادي للأفضل يجب ان يشمل كل مناحي الحياة اذا عملت تعديلات في حاجات كل الحاجات اللي عندك فيها عوار لابد ان يتم نصلحها منتر تصلح ليه اه في ضوابط وده اللي احنا بنأكد عليه عشان الناس الهتيفة والناس اللي بتقول كلام ملوش معنى وبتستغل طبط الناس وطلوهم الترس المشاكل قانون اه اللي بيصدروا المشاكل اللي هو عايز المشاكل يعني بيها يقول لك الناس حتطرد من شؤها كلام فارق كل ولا له اساس من الصحة برضك في الحالة دي عشان كده انا بقول ان اللي يجب ان الناس تطمن مفيش مخلوق يطرد من شأته وهي سكنه في ظل ضوابط القانون الجديد اللي بتعمل بالعكس ده انا بساعده اللي غير قادر زي ما قلنا ده لازم ده الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على ان تدعمه لكن الملك ده ازامه عنده مصروفات وعنده اسر وعنده حياة وعنده متطلبات ندي الكل وعشان كده انا بقول المادة يأخذ كل دي حق حق هذا اللي احنا ده ملقص سريع للشكل العام التفاصيل في النهاية ده المستهدف الله ينوح هو ده اللي احنا بنقول بحيث نعمل التوازن نحافظ على السلام الاجتماعي نحافظ على ان احنا الان بنبني بلد من كل نواحي البناء الجيد والرئيسي يعني صراحة هذا الرجل والله يعني انا مش انا بجميلش حد لكن هو فعلا تحس انه بيعمل عشان يبني صرح اسمه مصر الجديدة بزر عايز يحس ان اللي بيتعمل هو بيتعمل عشان اجل مستقبل امة وبيتعمل ما لها نبص بقى للشعبوية ولا الهتاف ولا للتسليم لا بالعكس انا عايز اقول لك على حاجة على حاجة بلا منازع يعني ده رأي موحد في العالم طبع مفيش رئيس جمهورية زي الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يبقى له كم الشعبية اللي كانت عنده ويجازف ان يدخل يعمل العمل اصلاح اقتصادي لانه عارف ان ده بيضغط على المجتمع فبيخلي الناس تبقى شايفة انهم اضغطين لكن هو شايف ان ده حاجة المستقبل مش للنهاردة ده حاجة القدام دي سمات القيادة الوطنية مش الباحث عن الزهر المخلصة ليس اللي بيبحث عن شعبوية لكن بيبحث عن بلد اسمها مصر تبقى افضل للمستقبل احنا الجيل بتاعنا مش حيالها يستفيد لكن بلا شك ولا نزاع الجيل اللي جاي ولادنا واحفادنا هيحضروا مصر التي ستكون من احسن عشرين دولة في العالم ده مش كلامي ده كلام كل الجهات المنظمات العالمية والجمعيات اللي بتشتغل ومراكز الابحاث اللي بتشتغل في الاقتصاد في العالم قالوا ان مصر الفين تلاتين ستكون من ضمن اكبر عشرين دولة في العالم في الاقتصاد وفي ثقافة وفي تعليف في كل حاجة اذا ده ده اللي بياخدنا عشان نقول يا جماعة احنا لما بيجي نفكر في قانون يعد الوضع غير متوازن حاليا ده جزء من النهضة اللي عايزين نعملها عشان يبقى النجاح شامل كل نوع كل نوع المجتمع صح طيب نرجع بقى المهندس عمر حجازي نائب رئيس جمعية متضرر قانون الاجراء اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طيب انا عايز اقالك سؤال بس في البداية يعني حضرتك اخر فتوى قانونية او اخر قانون صدر كان في واحد اتنين ستة وتسعين لا كان في خمسة مايو الفين وطمانتاشر ده ده الاخراني ده حكم المحكمة الدستورية تمام لا انا بقولك على الاولاني اللي هو كان سنة ستة وتسعين تمام واللي اتعامل عليه مجموعة متضعون كان اخره بقى لا حاجة تقول عليه تمام العلاقة كلها بتدور حوالين زي ما كنت بنكلم سيادة الدكتور حوالين العلاقة ما بين الساكن التجاري والمالك حتى لما شرع شرع للاماكن الحكومية التجارية اه فين بقى الساكن العادي يعني فين انتو دوركو كجمعية اه او كاتحاد ان انتو تتعامل مع الساكن بقى اللي هو المؤجر العادي اسمعي لحدكم انت من عند الحكم بعدم دستورية المادة صدر المادة 18 من القانون 14 سنة وتسعين ستة وتسعين المادة اللي تلاغت القانون 136 الفقرة الاولى الفقرة الاولى الفقرة الاولى من القانون 196 المادة 18 136 سنة واحدة 136 ده واحدة اه احضرتك المادة دي جاء فيها هي دي اساس المشكلة كلها لانها جت في كلمة لا يجوز كويس لا يجوز ايه لا يجوز للمؤجر ان يطلب حقه اللي هو في الاساس حق مشروع كويس في طلب اخلاء الواحدة وجاءت على الاطلاق بدون اي تقييد تمام يعني ما قالتش اصداء خاص بالاعتبار مش من حقه وده خاص بالسكن وده خاص بكذا وده خاص بكذا وهنا المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذه هذا النص النص هذا النص اللي هو في الاساس جاي مطلق طبع هذا النص هذا النص هذا النص خاص بجميع انواع الاجارات اللي موجودة في الخاضعة للقوانين الخاصة او القوانين الاستثنائية تمام هنا ليه كجمعية ما بتقدموش على الطعون على القانون يا فني انا قدمنا وقدمنا كتير وعملنا وعملنا حاجات كتير ايه وفي النتائج يعني 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 اخر حكم انا يجب ان يجيلي يجيلي تشريع انا منتظر تشريع من مجلس النواب ماشي بس انت ممكن تطلع حكم محكمة الدستورية ممكن تطعن على احكام اه بس هنا يعني احنا اخر حاجة عندنا حكم حكم 96 دب احنا فيه لا لا فيه 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 ناس متقدمة بأصل النهاردة حددك المحكمة الدستورية بيروح لها القضية عن طريق حد بقدم قضية في المحكمة بتاخد طريقها وبعين بتحال الى المحكمة الى المحكمة الى المحكمة الدستورية حددك نص نص الحكم اللي كان سنة 96 المصد شرعه عود المور اللي مطلع الحكم ايون قال في حدود اللي مطلوب في القضية يعني هو كان عايز يفتح الموضوع بس هما ما قدموش غير كده يعني اللي قدم على الموضوع ما تكلمش حباك بتتكلم على الاني نص تحديدا ممكن نرجع من نص النص اللي هو لغوا به المادة اللي انت بتقول عليها لا يا فندم المادة هي تلغت في 2005-2008 في 2005-2008 المصد شرعه عود المور ده اللي طلع الحكم اللي هما استنجوا دي المصد شرعه عود المور كان خرج القانون اللي تكلم فيه اللي تكلم فيه على الامتداد القانوني لمرة واحدة للمدة واتكلم على الفترة الزمنية للحاجات الجديدة شوف ساعتك هو كان اللي حددها القديم ده كان سهيب وكده وقت ده معي على وقت مصد شرع عود المور رحمة الله عليه يعني قصد انت المفتعل ان انتو تبقوا عندوك خطوات على الارض اخوة من كده لا احنا شاكرين يا فندم لا قصد خطوات يبقى يطلع منها مواد دستورية مواد قانونية يعني يبقى فيه تعون احنا نشجاه تشريع لا انتو تقدم اه قدمنا 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 وبنقدم باستمرار وقدمنا وقدمنا مشروع قانون لمجلس النواب كويس لانهاء العلاقة على فترة زمنية وحطينا لها جدول اوكي واحنا كنا اول من افترض هذا الموضوع حتى كان الكلام ده كان في مشروع قانون مقدمة في 2009 وفي 2010 كويس فكرة ان يكون فيه صندوق لدعم المستأجر غير قادر كويس كل ده احنا تقدمنا به تقدمنا به على مرات وكان الحقيقة في الفترة اللي هي قبل فترة رئيس سابق حسن مبارك كان مجلس النواب في الوقت دوت في اخر الدورة لم ينصده الدور والموضوع بيتحط الموضوع ما تعرضش ما تعرضش ما تعرضش الحقيقة ان في الدورة اللي فاتت كانت المرة الوحيدة اللي فعلا الموضوع وصل وكان على اشده ووصل الى النقاش ولكن قامت ثورة شوية على بعض الضغوط من جهات مستفيدة وحنجد ان هم معظمهم كانوا من تجار سيادلة منتفعين اذك بالقانون القديم طبعا منتفعين بهذا الكلام وكان حتى حجتهم وقتها قالك ان انتوا كده هتتردوا غير القادرين انا مكلم في التجالي احاك كويس طب ما احنا لوصلنا للروباط اللي كان سيادة الناب بيقول عليه طب ما تصنى في القادر من غير القادر يعني ما تخانع ليش ان واحد قاعد بيبيع لدرجة ان هم باعتوا مذكرة باعتوا مذكرة بالقادر اكيد هو قادر برد باعتوا وقتها مذكرة من الغرفة التجارية كويس للبرلمان بيقول له فيها احنا هنقعد مع الملك وما ترغوش العقود كويس زي ما يكون مستكتر على المالك انه ينال حرياته اثناء التفاض لا ده اللطيف يعني زي ما سيادة الناب بيقول اللطيف المستأجر بيورس العين لولاده والمالك ما عرفش يورس ملكه لولاده يعني خال انت تمتلك والمستأجر وضعه اقوى منه الحقيقة ان معظم اللي قاموا وتقدموا كلهم مؤجرين من هيئة الواقف اغلبهم مؤجر من هيئة الواقف من الدول من الدولة مين له مصلحة ان الكلام ده يفوت على الدولة يعني انا بستقر بدي نقطة خطيرة برده طبعا اذا كده الدولة هي المالك الدولة هي المالك في الحالة ديت اوكي طبعا الحقيقة انا في رأيي ان حكم المحكمة الدستورية اللي صدر يوم 5 مايو 2018 في حيثياته تناول حقوق الحريات ومنها حريات التعاقد الصيانة صيانة الملكية كويس وكلها حقوق سواء كان هذا المؤجر هذا المواطن المؤجر كان مؤجر لجهة اعتبارية او مؤجر لجهة طبيعية فمش من المنطق النهاردة لما يكون هذا القانون هذه المادة اصبحت غير دستورية لواحد ما تبقاش دستورية لكتاني بالصف اتبع بحرك ازاي؟ احنا معنا بداخلة بس من فتح المحامل مساء الخير يا سنوحمد مساء الخير يا فندم ازاي؟ براحب بحضرتك وبضيوفك الكرام اهلا مرحب وبرحب طبعا بالنائب الهمام انا من سكان حلوان اسماعيل بيه فبرحب بحضرتك نائبنا المؤقر الله يخليك شكرا جزيلا وبرحب طبعا مهندس عمر بالمهندس عمر نصير جماعية المظلومين اه بالزبط اهلا بحضرت وطبعا انا كنت سامع في جزء في المداخلة وبتابع الحلقة وسمحولي اقولي انها من اقوى الحلقات اللي اتعملت وتناولت موضوع مهم جدا جدا وهو الموضوع الخاص بالحكم المحكمة الدستورية العليا الاخير وكنت سامع سيادة النائب او عمري بيتكلم فيه من شوية اللي هو الجزئية الخاصة باني ليه حكم الدستورية ممشيش على بقية النص بزرط ما سيادة النائب كان لسه بيقول كده بيقولك عدم طالع حكم يبقى لازم يتساوي كل الاطراف فيه ما ينفعش بطالع لفئة خاصة يعني لأ عشان كان بخصوص موضوع عشان هو الحكم اللي متقدم كان كده بالزبط بالزبط هو للأسف الشديد طبعا هو كلامه من ناحية منطقية مضبوط لكن من ناحية القانونية يعني يجنبه صغب في حتة صغيرة يمكن المحكمة الموقرة محكمتنا العليا المحكمة الدستورية اجابت على هذا السؤال وباقتداره بحرفية شديدة بنتعلم منها تملي في حيثيات الحكم قالت ان لو لا قالت كده لبزيا في الحكم ان لو لا النطاق الدستوري للنصف لكانت تعرضت لباقة لباقة الحالات انما مقيدة بالنطاق الدستوري للدعوة الدستورية بالزبط ما تقدرش تخرج عنه بزبط بالزبط تفع واربعين في ظروف حرب وظروف تهجير وزروف الغيارة الى وجود هذا القوانين فمسك نصف المادة تسعة وعشرين وباقتدار شديد جدا الغى البند تلاتة واربعة والفقرة الثالثة واربعة من نصف المادة وترتب على كده ان الحمد لله بقى عادل جورلم تبدل للزوجة والاولاد طيب انا بصراحة وده اعتب رقيق يعني لا يحمل اي شئ بداخلي شايف ان فيه الجماعة يعني مقصرين بعض الشئ فيه موضوع مهم ايه وهو النهاردة من 1-2-96 جميع التحركات تتجه نحو الاماكن غير السكنية يعني حكم المحكمة الدستورية الاخير سواء مش على الحكومة او غير الحكومة فهو يتجه نحو الاماكن غير السكنية التجاري القانون اللي هو صدر سبعة لسنة ستة ستة لسنة سبعة وتسعين ده برضو اماكن غير السكنية اللي هو زود تمن امثال وخمس امثال واربعة امثال احنا فين بقى كملك من واحد اتنين ستة وتسعين تاريخ سرايان القانون اربعة لسنة ستة وتسعين الناس المساكين اللي انا 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 تشرف ان انا ماسك اكتر من عمارة وسط البلد واعلى محال الناس للأسف الشديد للأسف الشديد انا مش شايف اي تحرك من وقتها حتى ما شفتش قضية رفعت قدام الدستورية بسرايان الحكم الجديد عليها فده دي مدخلتي عشان الجزئية دي بالذات وانا بناشد سيادة النائب اسماعيل بيه وراجل انا اعرفه ما اعرفه شخصية راجل محترم ووليه وزنه في حلوان عندنا وفي مصر كلها اللي حصل اخر مرة ده فانتم ما ينفعش ان مجلس النواب يتحذف من جدوله مناشط القانون بعد ما تحط الكلام ده يعني يزعل فده دي مناشطي لكم وحضرككم بالنسبة للعمري بيه بكرر تاني تحرك شوية من ناحية القانونية بالنسبة للإسماعيل بيه مجلس النواب النواب يضغطوا شوية نحو مناشط تعدين القانون احنا مفروض معانا دلوقتي يعني منبع القانون كويس بجلس النواب هو مكان ولادة القوانين انا بس عايزة صححة معلومة والموضوع ده هو التحديد صح معلومة وهي ان احنا لم يشطب الموضوع بعد ان عرد احنا خدنا موافقة الجلسة العامة على مشروع القانون اللي قد قدمت بيه انا والزميل معتز محمود معانا وحول الى لجنة الاسكان في لجنة الاسكان كان هناك اولويات زي ما انت عارف كان في قصة كبيرة انا وفي قوانين مهمة جدا ودي تتصل بالاستثمار وزي قانون 119 زي قانون المصالحات زي قانون تقنين وضع اليد امور كثيرة هي اللدة الاولوية اللي تتواكب مع وضع قائم بردك وعمل مشاكل كتيرة لكن انا بقول للاخ السادة الزميل محمد فر محمد فر اتطمن لان ما ضع حق وراءه مطالب واحنا بنقول ده حق ايه مش حق ملاك او حق مستاجرين حق دولة اسمها مصر يجب ان ده يكون كل شيء فيها قائم على احترام الدستور والقانون ورعاية كل اطراف المجتمع بالتساوي وبالتوازي بحيث دائما لما يطلع مشروع القانون يطلع محقق للهدف اللي يحقق مصلحة الجانية الحقيقة الهياني النقطة اللي اتكلم فيها الاستاذ محمد فتحي نتقدم لك بالشكر يا اسم محمد تعسي كمال معاف حاجة اه بس اللي اقوله هي فعلا هي نقطة نقطة مهمة جدا جدا لان النهاردة لما اجا شوف الملاك اللي عندهم الجزء الاداري او الجزء التجاري او الجزء الاعتباري عددهم لا يقدر بأي عدد خالص جنب العدد الاكبر اللي هو السكني والحقيقة انا عندي مشكلة السكن اصبحت مشكلة كبيرة لانها نهاردة المساكن دي ما بتتعرضش لأي صيانة او حاجة زي كده هوت فهي بالتالي معرضة باستمرار الانهيار واحنا بنشهد مسلسل الانهيار مسلسل الانهيار مستمر حتى اليوم غير ان هي اموال ضائعة في ناس كتير يا فدم افلت الوحدات بتاعتها وسكنة في املكها ولا الدولة مستفيدة منها ولا الانت تعلم 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 ان الجهاز المركزي للتعبية والاحصى في اخر احصاء عمله قال ان مصر بلد مصر فيها عشرة مليون وحدة غير مستغلة يعني مغلقة لا تستخدم وده انا بعتبره يعني مصيبة استثمارية ومصيبة اقتصادية ومصيبة اجتماعية ومصيبة اسكانية معلش يجب ان نصل بين ثلاثة امور الامر الاول بين القيمة الايجارية للوحدة السكنية ماشي والامر الاخر مصاريف الصيامة ودي تكفل بها قانون اتحاد الشغلين وفي قرار لوزيز اسكان رقم ميتل سنة 2009 وده يسر على الشغل سواء كان مالك او غير مالك فدي الكلام ده مرضود عليه والامر الثالث وهو الوحدة السكنية المغلقة وهي الوحدة التي يتركها صاحب الوحدة دون الانتفاع بها ودي القانون مصر خاص بها اذكر عليه انا معك فيها دي فورا تعود الى المالك ده دي بانده يتحط في القانون يعدها الى المالك فورا لسابق يا فندم الباند موجود نعم الباند موجود ان هي لو مقفولة مبتصر بانش اه يا فندم ترك اسباب الاخلط تبقى لنص المادة 18 واضحة من ضمنها تخلي المال المستأجر عن العين المؤجرة بشكل نهائي واحد قفلها واعب بره انا محتاجك تخش وتثبت اسبادات كتيرة بكاراب ما هو الزت النائف هو جاب لك مفتاح يا فندم بيسيبوا الانورهم شغالة لا لا وبيروحوا كل اسبوع يفتحوها ويعملوها احنا شايفين المشاكل بتحصل ازاي ماشا محمد بيب نتقدملك بالشكر وبالنسبة الاتحاد الشغالي يا فندم كويس اتحاد الشغالي اتحاد الشغالي يا فندم ما عندوش ميزانية هيعمل ايه؟ انا في نقطة عايز اسأل بس سيارة النائف عليها بحكم الحاجة مهندس واستشاري بحكم الحاجة مهندس واستشاري وبرده بشبانس عمر برضه يعني مهندس واستشاري النقطة دي ممكن نتلاقى فيها اي مباني في العالم في العالم كله مش في مصر احنا مش بدعة يعني بيبقى لها عمر زمن طبعا طبعا لا يتجاوز عمر العقار عن خمسين سنة ده الطبيعي يعني بالنسبة المباني الخرصانية مية سنة مية طبعا لو تجاوزت المية لو تجاوزت المية طبعا انا انت بتجرين للموضوع في منتهى الخطور اقولك على حاجة احنا عندنا مباني سواء خرصانية او غير خرصانية ايلة للسقوط وده انا كنت انا بدق باستغل لبرنامجك عشان اقول وانا راجل متخصص اعي ما اقول تماما هناك مشكلة عويصة وغير عادي ان هناك اماكن ايلة للسقوط عقارات ساكن ساكن فيها بشر لابد ان تشكل هيئة من وزارة الاسكان انا عارف ان في حاجة اسمها لجنة خلالات في كل محافظة هذه اللجنة معلش ما يزعلوش مني زميلة لا تقوم بالواجب المطلوب بالنسبة للعقارات اللي ايلة للسقوط ده ما بيحصلش غير لما حد يشتكي او بيت يقع تروح طالع اللجنة تعاين البيت بعد ما وقع لا والغريب ان هو لما يقع يجيبوا المالك يحبسوه اه لا حاجة غريبة جدا انا بكلم اروحنا اروحنا انا بعتبر دي قنابل موقوتة يا جماع زي ما عملوا ملف عيني انا عايز من كل محافظة بعد اذنك انا بطالب وانا نائب اوه بطالب المحافظين كلهم فورا يعمل لجنة تتعمل لجنة لمعاينة وحصر هذه المباني ونحط احنا كده هو ايه ميزة الدولة ان انا لما اجي لي مشكلة زي دي اعمل لجان خطة سريعة كيف اواجه هذه المشكلة بطريقة علمية ومخططة وتحقق امن وامان الناس اللي قاعدين جوة دي العقارات وانا باقترح مثلا مشروع التكافل الاجتماع او اسكان اه اي نوعية اسكان بتطلع زي ما انا بخصص لزوي الاحتياجات الخاصة انه لازم كل عمل ايه وظائف بعمل خمسة في المية حقوم ليه نسبة انا بقى بقول اي مشروع يطلع اخصص منه خمسة في المية للمتضرين للمتضرين من العقارات اللي ايلة للسقوط عشان ما واجهش ما هو المشكلة اللي بيحصل الكارسة فجأة انا اللي بيحصل المحافظة ساعة ما بيت يتهدف المحافظة بتاعته بتبقى كارسة بيجمع الناس الحقونا طب شوف هنعمل ايه انا المفروض ابقى من البداية جاهز لمواجهة وخاصة اني بلوت ان عدم الصيانة للمباني كارسة وحتى الان لم تفعل التفعيل الجاية وانت لما تحسبها مين اللي حيصينها الملك اللي بياخد ثلاثة ساعة لا ما هدي مشكلة ان طبعا ده بقى اللي انا بقول عليه ان المنظار اللي ببص فيه لهذه المشاكل يجب ان يكون اسكوبه واسع ومنظم ومخطط علميا بيستند الى الحاجات اللي احنا كلها متفقين عليها ازاي اعمل الصيانة بحيث ان حتى البيت اللي هيقصر فيه سكانه اللي عاديين فيه انا احجز على اللي قائم ده واذا تكرع من نظام نقط السكان اللي يتعمدوا عدم صيانة بيتهم بعد تلاتين نقطة يبقى من حق الملك كلهم شكرا مع السلامة يعني زي المرور المرور في العالم من النبط ازاي بسحب الرخص اما تقعد تفضل سوء العربية ومرة تخبط لي هنا ومرة تعمل هنا بيعملوا حاجة نظام النقط اذا وصل لثلاثين نقطة بوقفوا عن السواء لمدة ستة شهور انا بدي مثال وليس يعني التعميم لكن بقولي المشكلة ان احنا لابد ان نضع الضوابط الجيدة وطبعا ده دور مجلس النواب انا بقول انا من باب نقد الزاتي انا شاف ان احنا مطلع ناش بعض الكوانين اللازمة عشان نعالج هذه المشكلة انا رجل عشان انا متخصص انا شفت بيوت في منطقة الخطورة عشان كده بقى طالب المحافظين يا جماعة انزلوا شكلوا لجان مش اللجان المكتبية اللي بتيجي تقبل اللاجنة بمية جنيه وخمسين جنيه لا 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 انا عايز ناس تكون قادرة علم وخبرة وابقى انا كمحافظ عندي ست احياء عشر احياء عشرين مدينة اه خمسين مركز ابقى عارف ايه الوحش اللي موجود والاكثر خطورة والاقل والاقل يعني يعني اللي حريك شايفه ان الموضوع حصر المباني عشان الازالات طبعا والنقطة الاهم ان عليك شايف تدبير تدبير العلاقة بين الملك والمستاجر لفترة زمنية وبعد كده المستاجرين يبقى باختيار الملك يعني الملك هو اللي يحدد بقى العلاقة بينه وبينه اه يعني تعالي العلاقة بالتراضي بينهم بالتراضي بالتراضي لان انا بقولك لو اتفتحت العشرة مليون شقة ولو اتعملت الاجارات العادلة ولو دعمنا الغير قادرين عشان يقدروا يعيشوا في المعضوع اتجده عارف اللي هيحصل وانا بقولك انا ما بقراش غيب لكن بقولك والله لتعود يفطت شقة للاجار مرة اخرى وفي الحالة دي انا كمالك كنت باخد من بيتي عشر شقة بعشرين جنيه بانتين جنيه لو الاجار ده ارتفع بقى تلتمائة جنيه الحاليا ما فيش شقة بتتأجر ده فيه غرب بتتأجر بربعمائة جنيه لو فرضنا متوسط قيمة زي ما وزارة الاسكان حددتها حوالي تلتمائة في عشر شقة بثلاث تلاف اما لقي القيمة الاجرالي جيالي من متين جنيه بقى تلات تلاف جنيه ده انا هفكر مليون مرة قبل ما اقولي لاي واحد اخرج بنا بالعكس هيحصل بقى عرض اكثر والمطلوب اقل هيحصل التوازن الطبيعي من غير ما يحصل بشاكل وده عايز يخرج ده وده عايز ده يقعد موضوع بسيط اذا بص اي شيء يمشي بالاستقامة الطبيعية لقوانين اللي ربنا حطاها للكون وللضوابط اللي بتخلي مجتمع يبقى حلو زي زمان زي ما بقول سعادتك كان المالك المستاجر بيأكلوا من طبق واحد وحاسين ان دول اهل مع بعض عاسين نعود الى هذه الحياة الجميلة طب انا يمكن حالك عايز دول حاجة في الاخر عشان احنا وقتنا خلص احنا في ناحية الدور للنعقاد اللي فاك كان الموضوع ان المفروض كان المفروض ان هو خلاص كان حيوشك على الانتهاء والحياة كان فيه موقف مشرف للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لما رفض انه يخرج هذا القانون بهذا العوار امامه وحصل وعد بفتح هذا الموضوع على اللسان المتحدث الرسمي للبرلمان الدكتور صلاحة صاب الله بفتحه في دول العقاد الخامس للانتهاء من هذا الموضوع بكامل اركان وبما فيها السكنة والحقيقة الغاية النهاردة من ساعة ما بدأت الدورة الموضوع في خمول غير عادي على الرغم انه تم التنويه اليه في بداية الدورة كان فيه ثلاث قوانين مهم من انتهي منهم مهمين جدا وهو قانون البناء الموحد ساعة عشر وقانون التصالح وهو القانون الصالح ده يهم ناس كتير جدا وتعديلاته واحنا عملنا تعديلات للقانون اللي طلعنا منهم الثلاث تشهر اتعدل تاني عشان في التنفيذ لقينا بعض الحاجات السلبية اللي محتاجة تعديلاته انا بقول لك وعاللساني وهذا ما اتمنى خلي بالك حتى بجيز تقول بص انا هناخد الكلام على السابق سابق وحنتابع معا الموضوع ونطلع تاني حلقة انا وقتنا خلص صبر لك الناس كتير ماتعرفوش ان احنا دور الانقاد بتاعنا مثلا مفروض بيانته في شهر ستة في اخر ستة حيمتد مش طلبنا فتبقى للدستور حيمتد لغاية تسعة واحد الساعة اتنشر بالليل حيبا اينا ننعاقد ونوقت ونشتغل لصالح ان شاء الله ان شاء الله احنا وقتنا خلص هل احنا المراضي فعليا هيفتحوا كاملاً ولا بس هروح رايحين للجزء اللي هاتين دستورياً اللي هي جزء نفتحه جزئياً لازم يتفتحكم تمام تمام احنا طبعاً بنتقدم بالشكر لسيادة النايب دكتور مهندس استشاري اسماعيل نصر الدين ولمهندس عمر حجازي اعزائي المشاهدين دي كانت حلقاتنا النهاردة معاكم الى ان هلقاكم السبت القادم نترككم في رعاية الله